جات لرسالة كتيرة جدا جدا من الاردن الشقيق طبعا الناس بتبعات رسال بتقول اللي بتعمل ده في الفنات الزمالك ده تاريخي طبعا ناس من الاردن يا جماعة جات لرسالة انا هقراها على حضراتكم لانها مهمة جدا وارجو انك جدا اتعقب على سوزهاب بعد ذلك بولك بهذا الفكر وهذا الاسلوب الذي ابتكره وابتدعه مرتضى منصور بخصوص الموضوع القطار يصبح موضوع كونك مشجع زمالكاوي شيء ممتع اتشاف الراجل وصف الكلام اللي اتعامل ده ازاي يا سوزهاب طيب بص اقولك حاجة طبعا بيتكلم على العمل والاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قالك ده يعتبر شيء ممتع للجمهور الزمالكاوي احنا عايزين نبص للمشهد بتاع القطر والجمهور اللي موجود في القطر والصياق اللي اتعامل فيه الجمهور عشان يخش ويوصل لمرحلة ان انت تحرك القطر فيه الف واحد وانت متطمن عليه النهاردة زمالنا ساهر لما بيسجل بيسجل مع بنت البنت اللي كانت قاعدة في المدرك تخيل والد البنت دي وقسرتها متطمنين عليها ان هي هتسافر اسوان تروح تشجع الزمالك هتسافر النهاردة وتيجي بكرة باذن الله وهم متطمنين عليها امن وامان مع رئيس نادي اسمه مرتضى منصور ده النهاردة بيعكس لك قد ايه المستوى الحضاري اللي وصله جمهور الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور ده اللي يرجع لك بالمشهد لما كان استاذ مرتضى منصور بيرفض بعض التصرفات وبعض التجاوزات في بعض من بعض او من عدد معين من جمهور نادي الزمالك اللي كان بيبقى موجود في بعض المباريات وقال اكتر من مرة انه جمهور الزمالك ما بيشجعش بظهره احنا عندنا سلوكيات بمطبقها كان ده ما بيقلعش التشيرت ما بيقلعش التشيرت احنا بنشجع شعار الخطين حمر دول بيدي دفع معنوار اللعيب الزمالك ليه سلوكيات في كل حاجة في تشجيعه المثالي اللي وصلك النهاردة انه اسرة بنت مصرية رايحة ثابت بنتها تطلع تشجع فرقتها وهم عارفين ان هي في منتهى الامن والامان صحيح عارفين ان هي رايحة فيه اب اسمه مرتضى منصور متطمنين على السلوكيات اللي هتبقى موجودة والتصرفات اللي هتبقى موجودة من الف او الفين او تلات تلاف مشجع هيركبوا القطر دول فالرسالة هنا الرسالة هي بنقول لكل الناس النهاردة ازاي بتخلق وعي جماهيري ازاي النهاردة بتخلي الجمهور بتاعك رسالته رايح يدعم فرقته لا رايح يقصر منشأة ولا رايح يشتم مؤسسة عسكرية او مؤسسة شراطية او مؤسسة من مؤسسات الدولة رايح كل شغله الشاغل انه هو يشجع فرقته الوسيلة الوسيلة اللي انت رايح فيها دي الناس دي رايحة كده ومتطمنين وعارفين انه هم رايحين فيه اب يعني احنا هم في كفالة مرتضى منصور حتى يوصلوا يروحوا ويرجعوا تاني هو الاب بتاعهم هو عارف انه امن على بيدنته امن على ابنه ما هواش عارف انه هو بنته طلع مع غوغاء او ابنه طلع مع غوغاء لا ده مطمن ومستقر نفسيا وهينام وفي بطنه بطيه خصيفي وعارف ان الراجل ده مأمن بنته او ابنه وهيوديهم المباراة يشجعوا يستمتعوا بفرقتهم وهيرجعوا سالمين غنمين باذن الله فالنهاردة دي كلها رسائل تقولك قد ايه الراجل ده بيتعب عشان نادي الزمالك وعشان جمهوره وعشان فرقة الكورة مفيش حد فينا كان يتوقع او كان يتخيل ان الزمالك رايح يلعب في اسوان ان فيه رئيس النادي قاعد بيفكر اكتر من اسبوع وعمال يرتب جوه دماغه ازاي ينقل الجمهور بتاع نادي الزمالك على كفوفه الراحة ان هو يبقى جوه ملعب اسوان يتفرج على فرقته صحيح لا فكر في توقيت ولا فكر يعني المفروض في اي حاجة في الدنيا بيجي عامل الوقت يقولك الوقت القطر ده هيوصل الساعة اثنين القطر ده هيوصل الساعة الثلاثة كان ممكن هو مشاه في الامور العادية والحجز حجز عادي وكانت اللعيبة الجماهير وصلت قبل المطش بيوم او بعد المطش بتلات ساعات هو فكر ازاي يتعامل مع الموقف وتواصل مع الجهات المسؤولة وقدر ان هو يوفر الوسيلة داية اللي تبص هتوقف قدامها كتير قوي 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 اللي بيجيب مقرباص او بيجيب اوتوبيس او يجيب اوتوبيسين يوديهم محافظة تبعد عن القاهرة ساعة او ساعتين بيقعد يفكر فيها شهر او شهرين ويقعد يعمل دعاية ويعمل اعلان وهيجيب التذكرة مخفضة النهاردة انت واخد الفين او تلات تلاف واحد موديهم يعني انا اصوان دي بص اتناشر ساعة طبعا اتناشر ساعة يوم يوم سفر يوم سفر ورايح ويوم سفر جاي صح وانت كمان مطلع كتيبة من رجالتك من جهو النادي الزمالك مدير التنفيذي مطلع انت محرك كل جهودك ومسخرها عشان تأمن ولادك اللي رايحين يشجعوا فرقتهم فتحية وتأدير ومليون شبوه للأستاذ مرتضى منصور ان هو بيشتغل وبيسعى في ظل الصروف الصعبة اللي وجهت الزمالك خلال الفترة اللي فاتت دي واحد غيره كان يقولك ايه انا خرجت الحمد لله بجاهد وبنازع بقال اربع شهور وهو الموظفين ابضوا بتاعه ويقعد بقى يريح لا ده خلص الازمة دي دخل في موضوع تاني خالص محدش كان يفكر فيه اللي هو تزليل العقبة المستحيلة قدام ايهات لرئيس نادف مصر فكر ياخد قطر يوديه لغاء يعني من من اقصى الشمال لأقصى الجنوب يعني انت لو جبت الخريطة انت بينك وبين يعني الخريطة فاضلة بس اسكندرية بس اللي وعع منه اسكندرية بس اللي وعع منه هو واخدهم من شمال مصر لجنوبها فالنهاردة انت بتتكلم على حاجة مستحيلة الحدوث حاجة ما كانتش هتيجي في عقل اي حد ان هو هيعمل كده وده عشان كده ربنا تملي بيكلل الجهود دي بالنجاح لان من جد و جد حاجة مستحيلة الحدوث